اهلا ومرحبا بكم مع اخبار الرياضة والبداية محليا يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم لقاء وديا مع منتخب كوريا الجنوبية في الرابعة والنصف من مساء غد الجمعة على استاد الملك عبدالله الثاني ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في النهائيات الاسيوية هذا وعقد مؤتمر صحفي خاص بالمدراء الفنيين للمنتخبين في مقر الاتحاد ظهر اليوم للحديث عن اللقاء حيث اكد المدير الفني للنشامة ري ويلكنز ان المنتخب الوطني سيلعب بكافة اسلحته وامكاناته امام نظيره الكوري وسيدخل المباراة بافضل تشكيلة ممكنة لتقديم مستوى مميز خلال المواجهة الجدير بالذكر ان المنتخب الوطني سيغادر الى استونيا يوم السبت المقبل لخوض مباراته الودية الثانية امام المنتخب الاستوني يوم الثلاثة المقبل انتهى منذ قليل اللقاء الودي الذي جمع المنتخب الولمبي لكرة القدم مع فريق الوحدات بالتعادل السلبي بدون اهداف وكان المنتخب الولمبي قد تعادل ايضا يوم امس مع النادي الفيصلي وبهدف لكل منهما في اللقاء الودي الذي اقيم على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب واتقدم الفيصلي في الشوط الاول للمباراة بواسطة حاتم ابو خضرة قبل ان يحرز بلال قويدر التعادل للمنتخب الولمبي في الشوط الثاني اعلن مشروع تطوير كرة القدم الاسيوية برئاسة سمو الامير علي بن الحسين عن استضافة الاردن لمنتدى سوكاريكس الاسيوي للمرة الثانية على التوالي وبناء على اتفاقية تعاون مع سوكاريكس تقرر اقامة المنتدى في الفترة من الرابع عشر وحتى الخامس عشر من نيسان المقبل هذا وستستضيف الاردن عددا من اهم القيادات والنجوم والمنظمات من عالم كرة القدم الاسيوية والعالمية على مدار يومين اقامت السفارة الاسترالية في عمان انس حفلا تكريميا للمنتخب الوطني بمناسبة مشاركته بنائيات كأس اسيا والتي ستقام في استراليا العام المقبل وعبرت السفيرة الاسترالية خلال الحفل عن فخرها باستقبال لاعبي المنتخب واعضاء اتحاد كرة القدم كما تحدثت عن استضافة استراليا للحدث الاسيوي الكبير ومن جهته وجه نائب رئيس الاتحاد صلاح صبرى الشكر والتقدير لسفارة استراليا على هذه الدعوة وتحدث عن استعدادات وتحضيرات منتخبنا للمشاركة في هذه البطولة اكد النجم الارجنتيني ليوني الميسيا ان منتخب بلاده بحاجة للمزيد من التدريبات للوصول الى المستوى الذي يتطلع له المدير الفني الوطني للفريق تاتا مارتينو واعترف نجم فريق برشلونة ان عودته للعب كجناح ايمن خلال اللقاء الودي الذي جمع الارجنتين وكرواتيا والذي انتهى لصالح التنغو الارجنتيني بهدفين مقابل هدف واحد كانت صعبة بعض الشيء مؤكدا انه يحتاج لبعض الوقت حتى يتأقلم على هذا المركز حقق النجم الصربي نوفاك جوغوفيتش فوزه الثاني على التوالي في دور المجموعات بالبطولة الختامية لموسم التنس على نظره سويسري ففرينكا وانهى جوغوفيتش اللقاء بمجموعتين دون رد بنتيجة 6-3 و 6-0 وبهذا الفوز يتصدر جوغوفيتش المجموعة الاولى بانتصارين ويقترب من التأهل للدور قبل النهائي كما سيخوض النجم الصربي مباراته الاخيرة بدور المجموعات غدا الجمعة امام تشيكي توماس بردتش اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة